عرقسوس رمضان خمير رمضان ما ينفعش في عرقسوس شتا وخميس شفا وخمير أهم حاجة في العرقسوس التالج ده أساسه طبعا الأهم حاجة القماشة البيضة دي ده شاشة شاشة طبية عادي شاشة طبية عادي قادي عندك كبة عرقسوس ومقطة مهمة بيكاربونات سوديو بيكاربونات سوديو عشان تديها اللون الغامئ والروح جاي مسأسئنها مية مسأسئنها مجرد يباعدين ونبسها وحطها وغطيها قبل الفطار حطها على ياسينا أهم حاجة وانت بتعمليها خلي طرابة اللي تطلع منها بتاعتها دي عيدة عنك أول ما تبس ستبقى سامرة ما تاخد بيكاربونات سوديو قدامك هوا بيستيها كده وتروح إيه بعد ما بيستيها كده أروح جاي وحطها لا ترامزل فل موزعها ومغطيها وحطها في المطبخ أجيب الكيس أو الغطا بتاعها وأروح جاي ومغطيها كده وأسيبها 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 ساعة وكل ما تقعد أحسن وأحسن بعد كده بجيبها وبعمل إيه بجيب بقى الشاشة اللي أنا خطاها فيها دي شفت الشاشة دي دي أهم حاجة بقى أهو الشاشة يا حصتي بصي لونة بعمل إزاي مم إغماء خالص إغماء خالص طيب wow يعني قال KAilla قال بيبقى فيتحة أشؤر كده وبعدين بيبقى بني لونة باقنت بصدفت كده طيب اروح جاء ومقفل عليها كده هتقفل الشاشة دي اروح هربطة أقفل الشاشة دي خميس خميس وجمع لا اقه لا اقل سنطر نهاردة الجمع انقاحها قاب الفطار لمدة ساعة في مية ومقفولة بالشاشة بالضبط كده المية دي اللي هتنزل هي للعصير اللي انا عايزة هي العصير الاساس بصي بقه اهو بصي بصي يا حشن ومعين على الشاشة مقادير الرئيسوس الرئيسوس صوت قدامك ايه قبل التخمير وادي بعد التخمير هنا اقعدت الدي؟ ساعة وا دي هنعمل ايه ب標ن كان عند التقديم هعملي ايه عندي التقديم هعملي بصي بقه لست هتحطت لساة انن عريسوس ماينفعشي من غير تلق شكراً لكم